بيبدأ الفيلم مع بنت اسمها تيسا وهي بتنقل من بيتها لسكن الجامعة وبنعرف ان تيسا في السنة الاولى من الجامعة وبيساعدها في الانتقال والدتها وصديقها نواه اللي اصغر منها بسنة ولما بتوصل تيسا لقودتها مع والدتها بيتفاجئوا من زملتها في السكن اللي اسمها ستيف وده لان من الواضح عليها انها متهورة ومشغبة واخلاقها بايزة فبتخرج والد تيسا من القودة وهي متضايقة وبتقول لبنتها انها هتكلم ادارة الكلية وهتنقلها لقودة تانية لكن تيسا بترفض وبتقول لها انها مش حابة بان صغيرة وملهاش قرار قدام زمايلها وبتعرف والدتها انها هتركز في دراستها ومش هتلتفت لحاجة تانية وبتطلب منها انها تسق فيها فبتسق والدتها فيها وبتسيب لها حرية الاختيار وبتعرف ستيفي ان والدتها كانت قلقنة منها وبتحاول ستيفي انها تفتح كلام مع تيسا فبتقول لها انها اخوها لطيف فبتصحح لها تيسا المعلومة وبتعرفها انه حبيبها وتاني يوم بتصحح تيسا وبتروح جمعتها في اول يوم دراسي ليها وبتتعرف عند المدرج على شاب من نفس سنها اسمه لندن وبيحضره مع بعض المحاضرات وبالليل لما بتخرج تيسا من الحمام بتتصدم لما بتلاقي شاب موجود في قدتها وكمان بيقرأ في رواية من رواياتها فبتطلب منه يخرج من القوضة لانها محتاجة تلبس هدومها ساعتها بيرد عليها الشاب ببرود وبيقول لها انه مش مهتم بيها وانها ممكن تلبس براحتها لانه مش شايفها اصلا وقتها بتدخل ستيف وبتشوفهم فبتعرف تيسا عليه وبتقول لها ان اسمه هاردن وانه يبقى صديقها وبتطلب منه ستيف انه يخرج معاها ويسيبه القوضة لتيسا فبيخرج هاردن معاها لكنه بيرجع تاني عشان يقول لتيسا الاحداث اللي كان بيقرأها في الرواية ويحرق لها نهايتها وما تقدرش تستمتع بيها لكنه بيتفاجئ ان تيسا قري الرواية اصلا وكمان بتصحح له الاحداث اللي قالها وتاني يوم بتتقابل تيسا مع هاردن في المكتبة مرة تانية وبتشوفه هو قاعد مع اصحابه لكنها بتتجهل وكأنها ما تعرفوش وبعد شوية بتجي ستيف لتيسا وبتعزمها على حفلة لاصحابها بالليل وبتكون تيسا مترددة انها توافق لكن ستيف بتصر عليها لحد ما بتضطر انها توافق وبتروح تيسا بالليل الحفلة مع ستيف وبيبانى عليها انها مختلفة عن الكل حتى في طريقة لبسها وبتعرفها ستيف على بقية اصحابها واللي كان من ضمنهم هاردن وبتلاحظ تيسا ان بنت اسمها مولي قريبة جدا من هاردن لكنها مش بتهتم في نفس الوقت اللي بتلاحظ فيه مولي نظرات هاردن لتيسا فبتتدايق وبتعرض على اصحابها انهم يلعبوا لعبة حقيقة او تحدي ووقتها بتبدأ بتيسا وبتسألها سؤال محرج مش بتقدر انها ترد عليه فبيحكم عليها بقية الموجودين انها تخرج مع هاردن في يوم كتحدي لها لانها فشلت في اللعبة ولما بيروح هاردن يسألها اذا كانت موافقة انهم يخرجوا سوا بترفض تيسا وبتخرج من الحفلة ساعتها بيتريق اصحابه عليه لانه الاول مرة يترفض من بنت في النفس الوقت اللي بتتصل فيه تيسا على حبيبها نواه ولما بيعرف انها في حفلة مع ستيف بيتدايق وبيقول لها انها مش كويسة ولازم تبعد عنه ساعتها بتتعصب تيسا وبتقوله انها نطجة وتاخد قراراتها بنفسها وتقفل معاه وبتفكر تيسا انها هتتمشى في البيت اللي فيه الحفلة لحد ما بتوصل لقضة مليانة كتب فبتدخل تتفرج عليها لكنها بتتفاجئ بهاردن وراها وبيسألها بتعمل ايه في قطه وبيحاول ان يقرب منها لكن تيسا بتبعد عنه وبتقوله انها ما كانتش تعرف انها قطه وبتسيبه وبتمشي وتاني يوم بتكتشف تيسا ان هاردن بيحضر معاه محاضرة الادب في الكلية ولما بتسأل الدكتورة عن اراءهم في رواية معينة بيقول هاردن رأيه اللي بيكون عنصري جدا ومتحمل على بطلة الرواية فبتتعصب تيسا وبتقول رأيها هي كمان اللي كان عكس رأيه تماما وبيدور بين الاتنين نقاش قوي جدا لحد ما الدكتورة بتوقفهم وبتشكرهم على اراءهم ولما بيخرجوا من المحاضرة بيروح هاردن يكلمها وبيقولها ان المناقشة بينهم كانت ممتعة جدا فبتعرفوا تيسا انها مرتبطة وانها مش عاوزة اي حاجة تربطها بي ساعتها بيحرجها هاردن وبيقولها انه كان بيتكلم على المناقشة مش اكتر وبتمشي تيسا مع لندن وهي متعصبة وبتحكي له عن هاردن اللي بتتفاجئ انه يعرفه وده لان والدة لندن هتتجوز والد هاردن ولكن هاردن بيحاول يتجنب لندن لانه مش موافق على جوازة والده وبعد كام يوم بتشوف تيسا هاردن في المطعم لكن المرة دي بيروح يتكلم معاها وبيقولها انه مش عارف يبعد عنها ساعتها بتستغرب تيسا من كلامه ومن طريقته المختلفة عنه وبيطلب منها هاردن انها تمشي معاه لانه عاوز يوريها مكان مهم لكن تيسا بترفض وبتقوله انهم لازم يحفزوا على مسافة بينهم وبتسيبوا وبتمشي لكنها على اخر لحظة بترجع في قرارها وبتوافق انها تروح معاه فبياخدها هاردن لبحيرة في الغابة وبيقولها ان ده مكانه السري اللي بيرتح فيه وان محدش يعرف المكان ده غيرها وبدون مقدمات بيكرر هاردن ان يعم في البحيرة وبيطلب من تيسا انها تنضم لي وبعد تفكير بتوافق تيسا وبتلبس تشيرت هاردن وبتنزل تعم معاه وقتها بتسأله تيسا عن اكتر حاجة بيحبها في العالم فبيرد عليها وبيقولها انه سؤال اجابته بسيطة لانه اكتر حاجة بيحبها هي نفسه وبيسألها هاردن عن حبيبها وبيصخر منها لما بيعرف انه اصغر منها وبيباني ان الاتنين مستمتعين بوقتهم سوا وبيقرب هاردن من تيسا وبيقولها انهم مش هيقدروا يكونوا مجرد اصدقاء وعلى عكس كل مرة مش بترفضوا تيسا ولا بتبعد عنه كأنها بتوافقوا على كلامه وبعد اما بيخرجوا من البحيرة بيروحوا يتغدوا سوا وبيباني ان تيسا بدأت تنجزب لهاردن وبتسأله عن ماضيه وعن عيلته لكن هاردن بيرفض انه يجاوب وبيكون غامض ومش بيديها اي اجابة ترضي فضلها فبتسأله تيسا عن السبب اللي مخليه بيقرأ الروايات الرومانسية برغم انه مش مؤمن بالحب وقتها بيرد عليها هاردن وبيقولها انه مؤمن بالحب وانه هيجي في معاد معين في حياة الانسان واسناء كلامهم بيتفاجئوا بمولي وواحد من اصحاب هاردن وهم دخلين نفس المطعم ولما بيشوفهم هاردن بيتوتر اما مولي فمش بتضيع الفرصة عشان تدايق تيسا وعشان كده بتروح تقعد معاهم بدون محد يعزمها ساعتها بيطلب هاردن من تيسا انها تستناها عند البار فبتمشي تيسا وهي مستغربة من رد فعل هاردن ولما بيروح لها هاردن وبتسأله عن سبب تغطره وكأنه كان محرج لان اصحابهم شفوهم سوا ساعتها بيقول لها هاردن انه عادي يكونوا سوا لانهم مجرد زميل وانها لو بتفكر انهم يكونوا اكتر من كده تبقى غلطانه لانه مش بيفكر يرتبط ساعتها بتتصدم تيسا من كلامه وطريقته اللي تحوله 180 درجة وتغيره تماما وبتسيبه وتمشي وهي متضايقة من نفسها لانها سمحت له يقرب منها وتاني يوم بتتفاجئ تيسا بنواها حبيبها وهو مستنيها قدام الجامعة وبيعرفها انه هيقضي معها اليوم كله فبتاخده تيسا بالليل حفلة من حفلات اصحابها وبيشوفهم هاردن اللي بيبانى عليه انه متضايق من وجود نواه واسناء ما كانوا بيلعبوا بيحاول واحد من الموجودين في الحفلة انه يقرب من تيسا ساعتها ما بيقدرش هاردن انه يتحكم في عصابه وبيقوم يتخنق معه ويدرابه فبتتضايق تيسا من تصرفه وبتاخد نواه وبيمشو من الحفلة وبرغم انها بتقضي باقي الصهرة مع نواه اللي انه بيبانى عليها ان تفكيرها مشغول بهاردن لحد ما بيجي لها في اخر الليل من لندن اللي بيطلب منها تيجي البيت والد هاردن حالا فبتتحرك تيسا على هناك بسرعة في الحالة اللي هو فيها دي فبتروح له تيسا وبتطلب منه ان يوقف شرب فبيرمي هاردن الازازة من ايده وبتتكسر ساعتها بتنزل تيسا تلمي الازاز وبتتجرح ايديها فبيقلق عليها هاردن وبياخدها يضمط لها جرحها وبيبانى عليها انه فعلا حزين وبيعترف لتيسا انه انسان معقد وان ما فيش حد بيفهمه فبتطمنه تيسا انه مش هو الواحد واللي بيحس بكده لان هي كمان ما فيش حد بيفهمها وتاني يوم بتصحى تيسا بتلاقي نفسها نايمة في بيت هاردن وبتلاقي مكالمات كتير من نواة فبتتحرك بسرعة وبترجع علي السكن وهناك بتلاقي نواة مستنيها وهو الان وبيبانى علي تيسا انها متوترة ومش بتكون عارفة ببرر للنواة سبب خروجها في وقت متأخر لحد ما بيشوف نواة هاردن وراها وبيفتكر انه هو نفس الشاب اللي تخانق عشانها مبارح وبيعرف انه اكيد في حاجة بينهم وان تيسا بتخونه فبيتدايق نواة وبيمشي ومهما حاول تيسا توقفه ويتفاهمه اللي بيحصل بيرفض يسمعها وبتعد الايام وبتكون تيسا حزينة لانها فقدت نواة وفي يوم بتروح تزور هاردن في بيته اللي بيقولها انه ما كانش متوقع انها تزوره بعد اللي حصل اخر مرة ساعتها بتقوله تيسا ان والدها سب والدتها وهي في سن صغير جدا ووقتها كانت حالتهم المادية ضعيفة وبرغم كل السعوبات اللي واجهوها كان نواة دايما معها وجنبها من صغرهم وده اللي حسسها انها فقدت اعز اصدقائها ووقتها بتعترف له هاردن ان ما كانتوا عندها اكبر من مجرد صديق وفي يوم بيروح هاردن يقابل تيسا في المكتبة اللي بتذكر فيها وبياخدها وبيستخبوا لحد ما المكتبة بتقفل وبيقعد طول اللي اللي يقرأ لها روايات لوحدهم في المكتبة لحد ما بيشوفهم الحارس فبيهربوا بسرعة وهم مستمتعين وبيضحكوا ومن هنا بتبدأ علاقة تيسا وهاردن تتطور لعلاقة ارتباط حقيقية وفي يوم بتروح والد تيسا تزورها في سكن الجامعة وبتتفاجئ لما بتشوف هاردن معاها وبتعرف انه حبيبها الجديد فبتطرد هاردن من القوضة وبتقوله يبعد عن بنتها لانه بيشتتها عند راستها لكن تيسا بتاخد والدتها وبيخرج ويتكلمه برا القوضة وبتتخانق معاها والدتها لانها سابت نواع عشان هاردن وبتقول لها ان في يوم من الايام هيكسر قلبها ويسيبها ساعتها بتتخانق معاها تيسا وبتقول لها انها مش لازم تعيش نفس حياتها وان عشان جزها سابها يبقى هي كمان حبيبها هيسيبها وبتقول ل والدتها انها بيت نطغى وليها مطلق الحرية انها تختار الحياة اللي هتعيشها حتى لو كانت مش افضل حياة في عين والدتها وقتها بتتصدم والد تيسا من تغيير بنتها المفاجئ وبتقول لها انها لو ما بعدتش عن هاردن هتقطع علاقتها بيها وتمنع عنها المصروف لكن تيسا مش بتهتم بتهديد والدتها وبتسيبها تمشي وهي ازعلانة منها ولما بيعرف هاردن ان والدت تيسا منع تعانع المصروف وانها مش هتقدر تدفع تكلف سكن الجامعة بيقدر انه يدبر شقة ليهم وما الاتنين وبياخدها عشان تتفرج عليها وبيطلب منها انها تنقل وتعيش معا فيها وطبعا بتوافق تيسا فورا وبتكون فرحانة انها هتقضي معظم وقتها مع هاردن وفي يوم اسناء ما كانوا بيتفسحوا بيقولها هاردن انه مبسوط جدا لانه معاها وانه احيانا بيحس انه ما يستحقاش وانها ممكن تسيبه ساعتها بتطمنوا تيسا انها بتحبه ومستحيل حاجة تفرقهم او تخليها ببطل تحبه وبيجي يوم حفل زفاف والد هاردن ووالدة لندن وبتروح تيسا مع هاردن الحفلة بعد اما خلته يوعدها انه هيتصرف بهدوء وبدون تهور هناك وبتتقابل تيسا مع والد هاردن اللي بيرحب بيها وبيسألها عن تخصصها في الجامعة فبتعرفوا انها كانت حابة تتخصص في الادب الانجليزي لكنها قررت تتخصص الاقتصاد عشان تلاقي وظيفة بعد التخرج مباشرة فبيعرفها والد هاردن ان صديقه عنده دار نشر وانها لو قررت تغير تخصصها هيكلمه يوفر لها وظيفة في دار النشر وبيروح والد هاردن عشان يقول كلمة بمناسبة حفل زفافه وبيكون هاردن قاعد مرأبه وهو بيتكلم وبيقول لتيسا ان ده مش والده اللي يعرفه وانه تغير كتير وبيحكي لتيسا اكتر موقف مأثر فيه من طفولته وبيقول لها انه لما كان عنده 8 سنين والده كان دايما بيذكر ومش بيرجع البيت اللي متأخر وفي يوم اتخانق مع عصابة وقررت العصابة انها تقتحم بيتهم وتضرب والده وتنتهم منه لكن في اليوم ده بيكون والده متأخر كعدته برا البيت ومش بتلاقي العصابة غير والدته اللي بتضربها وبتعتدي عليها قدام عينه وهو كان واقف عاجز ومش قادر انه يساعدها ساعتها بتعرف تيسا ان تفولت هاردن كانت صعبة وان هي السبب في شخصيته المعقدة الحالية وبتحاول تيسا انها تواسيه وتطمنه انه كل ده كان في الماضي ومش هيتكرر مرة تانية وفي يوم بتتقابل تيسا مع مولي في حمام الجامعة وبتكون مولي شك انها مرتبطة بهاردن وعشان كده بتحاول تستدرجها في الكلام لكن تيسا بترد عليها بغمود ومش بتقول لها معلومة مفيدة وفي نفس اليوم بالليل بتشوف تيسا رسائل من مولي على تليفون هاردن وهي بتسأله لو لسه على علاقة بتيسا ولو كان قال لها المفاجأة ولا لا ساعتها بتسأل تيسا هاردن عن معنى الرسائل اللي اول ما بيشوفها بيتدايق ومش بيوافق انه يرد على تيسا وبيسيب البيت وبيمشي وبتحاول تيسا تتصل به اكتر من مرة لكنه مش بيرد لحد ما بيجي لها رسالة من اصحاب هاردن وبيعرفها المكان اللي موجود فيه فبتروح تيسا على هناك وبتلاقي ان كل اصحاب هاردن متجمعين واللي كانت من ضمنهم مولي فبتستغل تيسا الفرصة وبتتكلم قدامهم وبتقول ان هي وهاردن مرتبطين وانهم كمان عايشين سوا وقتها بتستغرب تيسا من رد فعل مولي الغير متوقع وانها بتضحك على كلامها باستهزاء فبتسألها عن اللي بينها وبين هاردن وبيحاول هاردن انه يخرج تيسا من المكان لكنها بترفض لحد ما مولي بتوريها فيديو الهاردن من اول حفلة حضرتها معاهم لما سألها اذا كانت موافقة على التحدي وانها تخرج معاه وساعتها تيسا بترفض وبعد ما خرجت من الحفلة ريانهم هاردن انه هي وقعها في حبه وانها بعد ما تتعلق بيها يسيبها بسهولة ساعتها بتتفرج تيسا على الفيديو وهي مصدومة وبتتصدم اكتر لما بتعرف ان حتى ستيف كانت عارفة بالرهان وما فكرتش تنصحها فبتخرج بسرعة من المكان وبيخرج هاردن وراها وهو بيحاول يقناع انه كان رهان قديم وانه لما قرب منها حبها فعلا ونسي الرهان ده لكن تيسا مش بتصدقه وبتقوله ان علاقتهم انتهت فبيفكرها هاردن بكلامها لما قالت له انها مستحيل تبطل تحبه وقتها بتقوله تيسا انها كانت بتكذب عليه زي ما هو كمان كذب عليها وزي في كل مشاعره وبترجع تيسا لوالدتها وبتعتذر لها انها عرضتها وما سمعتش كلامها وبتروح تقابل نواه وبتعتذر له على اللي عملته فيه فبيسامحها نواه وبيقولها انهم مازالوا اصحاب وان علاقتهم مش هتتغير وبعدها بتكرر تيسا انها تغير تخصصها في الكلية وتدرس الادب الانجليزي بعد اما والدتها رجعت لها المصروف ومش هتحتاج وظيفة بسرعة وكمان بتقدم طلب وظيفة لنفس در النشر اللي لها عليها والد هاردن وبتعدل ايامه طول الوقت ده تيسا متجنب هاردن تماما وحتى مش بترد على مكالماته لحد ما بتوصل لاخر يوم في السنة الدراسية وبتلاقي الدكتورة بتنادي عليها وبتديها رسالة ليها من هاردن ولما بتفتحها تيسا بتلاقي فيها صورة ليها وصورة لمكانهم السري عند البحيرة وبتشوف كلام هاردن عنها وهو بيقول لها انه فعلا ما كانش بيؤمن بالحب وانه ما بدأش يؤمن به غير يوم مقابلها وده لانها قدرت بطريقة سحرية تخرجه من الضلمة اللي كان عايش فيها لنور الحياة وبيقول لها انه جواب غلط لما سألته ايه اكتر حاجة بيحبها في العالم لانه اكتشف انه اكتر حاجة بيحبها في العالم اسمها تيسا وقتها بتتأثر تيسا جدا برسالة هاردن وبتروح توعد عند البحيرة وهي حزينة وهناك بيتقابل هاردن وبيروح يواجه جنبها قدام البحيرة وهو منتظر منها رد على رسالته والحد هنا بيخلص فيلم النهاردة لو عجبك فيلم النهاردة ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس